كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن وجود خطة على مدى ثلاث سنوات لعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق مؤكداً إبرام اتفاقيات مع وزير الكهرباء العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران وتمديد تصدير الكهرباء سنة أخرى وأوضح أردكانيان قمنا خلال السنوات الماضية بتصدير الكهرباء إلى العراق بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار حيث تم تزديد نحو 5 مليارات دولار كما جرى اتخاذ الترتيبات المناسبة لتزديد المبلغ المتبقي ولا توجد مشكلة في هذا الشأن